بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلقتم النساء فملغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن أزواجهن إذا تراظوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يربعن أولاد هدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمت من الرصاعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تطار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى المارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن ترازل منهما وتشامل فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واذلقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بسخير والذين أن توفؤون منكم يدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أن أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرزكم به من خطبة النساء أو أبنى أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولهن معروفا ولا تعسموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرواه وعلموا أن الله غفور رحيم لا جناح عليكم إن طلقتهم النساء ما لم تمسوهن أو تفرصوهن فريصة ومتعوهن على العوسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن قلقتهم من قبل أن تمسوهن وقد فرزهم لهن فريصة فنصف ما فرزكم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة لكل نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا دانسوا الفصل بينكم إن الله بما تعملون بسقير حافظوا على الصلوات والصلاة الغسقى وخوموا لله القالدين فإن خذتم فرجالا أو نقبانا فإذا أمناتم فاذكروا الله كما يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصيجة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسه إن من بعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعوا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبجر الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوت ما أحياهم إن الله لذو فصل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرز الله قرزا حسنسا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبز ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى ملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي جلهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليهم بالغارمين وقال لهم نبي جلهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم جئت سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبي جلهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابود فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آلون تعبده البلائكة إن في ذلك لآية لكم إنكم أنتم مؤمنين فلما فسخلت قالوا ذب الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده غرفة بيده فشربوا منهم إلا قليلا منهم فلما جاوزهم والذين آمنوا معه آمنوا معهم قالوا لا قابتنا اليوم مجالود وجنوده قال والذين يظنون أنهم ملاغوا الله أنهم ملاغوا الله كئين منها فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا رجال وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونسكرنا للقوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود وقتل داود جالوت وآتهم الله الملك والحكمة فالحكمة دو علمه من ما يشاء ولولا دفع الله إناس بعضهم ببعث غل فسدت الأرض ولكن إن الله توفضل على العالمين تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَكْنُوهَا عَلِيْكَ بِالْحَقُقُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْنُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ عَزْجِينَ